انتزع مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 766 لغما خلال السبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في مختلف المحافظات وأوضح المركز في بيان الله أن الألغام المنزوعة منها 12 لغما مضادا للأفراد و41 لغما مضادا للدبابات و702 ذقيرة غير منفجرة و11 عبوة ناسفة ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع مسام حتى الآن 458477 لغما زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن ترجمة نانسي قنقر